ما زلنا أعزاء الطلاب نحلق في سماء الإسلام الصافية التي ترسخ في الدعاة مفاهيم الإسلام ومبادئه وقد وقفنا في صفحات ماضية على بعض هذه المبادئ والآن نقف مع المبدأ الخامس الدعوة إلى الشورى من مبادئ الإسلام التي رسخها القرآن الشورى وجاءت سورة في القرآن باسم الشورى تأكيدا على أن الإسلام دين يدعو إلى استماع الآخرين وعدم الانفراد بالرأي يقول حق تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم أي الدعاء المخلصون أو المؤمنون الحقيقيون أولئك الذين يلتزمون مبادئ الإسلام أيضا من بين تلك المبادئ الأساسية العدل إرساء قواعد العدل والمسواه بين الناس يقول حق تبارك وتعالى وهو يرسق هذا المبدأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون المؤمن الحقيقي هو الذي يتذكر تعاليم السماء بالالتزام بالمساواة في التعامل مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد وأباكم واحد فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى فمقام المفاضلة بين الخلق إنما هو بالتقوى والعمل الصالح كذلك من مبين مبادئ الإسلام أو أقول آخرها وليس آخرها الدعوة إلى معاملة الناس بالخلق الحسن إن الخلق الحسن هو أحد مكونات هذا الدين الذي اجتمل على العقيدة والشريعة والأخلاق قال تعالى وهو مخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هكذا كانت أخلاق النبي في التعامل مع الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنو على الفقير ويحنو ويتعامل مع القوي بلين وعطف ويشير أصحابه ويستشير بآرائهم ويأخذ بها في كثير من المواقف ولقد طبق النبي ذلك صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وسلوكا ففي الحديث الشريف يقول النبي إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائل ربما يكون إنسان مجاهد بصوم وبقيام وبتعب ومشقة فيأتي شخص بخلق النبي بموقف بسيط يصل إلى درجة هذا الذي أتعب نفسه في الصوم والقيام إلى غير ذلك من المبادئ التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها ديننا الحنيف وهو ما نسميه بالمبادئ الأساسية في جانب الصلة بالآخرين وعلى الدعاة في كل زمان ومكان أن يمتثروها في أنفسهم ويدعو الناس إليها كي يكونوا منهجا قويما كان يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون أعزائي الشباب قد أنهينا الكلام عن هذه الوحدة المجتملة على أركان الإسلام أو أركان الدعوة وأيضا ختمنا بها مبادئ الإسلام في التعامل مع النفس فمبادئ الإسلام في التعامل مع الله مبادئ الإسلام في التعامل مع الآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر